يا أهلا بكم في الأجندة أعلنت أمريكا قبل يومين استبعاد تركيا من برنامج تصنيع الطائرة الأمريكية المتقدمة F-35 كعقوبة لتركيا على شرائها لمنظومة الصواريخ الروسية S-400 التي وصلت شحنتها الأولى إلى تركيا قبل حوالي ثلاثة أيام وبالتزامن مع هذا القرار الأمريكي أكرّ وزراء الخارجية الأوروبيون سلسلة عقوبات وتدابير أولية لمعاقبة تركيا على إرسالها سفناً للتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها بين اليونان وتركيا تشمل هذه العقوبات اكتطاع نحو 146 مليون يورو من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية كان من المفترض أن تمنح لتركيا في عام 2020 تركيا من جهتها صعدت من لهجتها تجاه أوروبا في تحدي واضح للتدابير التي أكرّها وزراء خارجية الدول للتحاد الأوروبي وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أن بلاده ستزيد من أنشطتها كبالة سواحي القبرص وتوعد بإرسال سفينة تنقيب رابعة في أسرع وقت ممكن هذه الأحداث تضيف فتيلاً جديداً لفتائل الصراع والحرب المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط الكبير عن أسباب هذه التداعيات وأبعادها على المنطقة وقضيتنا الوطنية سيكون حديثنا هذا المساء فكونوا معنا في اليمن لدينا حشرة جميلة تسمى بشارة العنب هذه الحشرة تظهر قبيل مواسم العنب مباشرة لهذا اعتبرناها بشارة بقدوم العنب مثلما كان عيسى بشارة بقدوم محمد في مجال السياسة فإن موسم الحروب الكبرى تشبه مواسم العنب في اليمن لها حشرات تبشر بها أبرز هذه الحشرات صفقات السلاح صفقات السلاح هي الدخان الذي يدل على وجود أزمات من نوع ما بين الدول وبعضها وبين الكتل السياسية وبعضها وهي أيضاً المؤشرات على فرص الحرب المقبلة وبحسب حجم هذه الصفقات ونوعها صفقات السلاح يعني بحسب حجمها ونوعها تتحدد فرص الحرب المحتملة طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن سباك التسلح أحياناً يكون هدفه الردع إلى الحرب يعني تخويف العدو المحتمل من اللجوء لخيار القوة كانوا يقولون أن تبت تستخدم القوة على طريقة بعض الحيوانات التي تنفخ نفسها أو تنفخ رأسها لكي تبدو مخيفة للعدو قبل حوالي عامين تحدثت هنا عن احتمال وقوع حرب عالمية كبرى وقلت أن الشرق الأوسط سيكون مسرح هذه الحرب والذي دفعني إلى هذا التوقع ثلاثة مؤشرات في الواقع المؤشر الأول صفقات السلاح الاستثنائية التي تعكدها دول شبه الجزيرة العربية أو دول شبه الجزيرة العربية ودول شرقي حوض البحر المتوسط وتحديداً مصر وتركيا ولعل هذا البرنامج كان أول من تحدث عن هدف الصفقات أو صفقات السلاح التي كان يشتريها عبد الفتاح السيسي قبل سنوات حيث بلغت تلك الصفقات رقماً كياسياً يعني سلاح بقيمة 23 مليار دولار في سنتين فقط في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها الحكومة المصرية والشعب المصري حينها كان المحللون يتساءلون عن سر هذه الصفقات ما تداعي لها مع أن مصر ليست مهدداً من أحد في تلك الفترة لأن كل دول الجوار المصري إما في تحالف مع السيسي مثل إسرائيل والأردن وإما مشغولة بأزماتها مثل ليبيا والسودان فلمن يشتري السلاح إذن بهذه الكميات الكبيرة وقبل أن يعلن مذيع النظام المصري عمرو أديب سر هذه الصفقات في فترة لاحكة يعني قبل أن يعلن بشهور كنا في هذا البرنامج قد كشفنا السر وقلنا إن السيسي يحضر لحرب مع تركيا كيف استنتجنا هذا الرأي؟ من خلال تأملنا لنوعية السلاح الذي كان السيسي يشتريه في تلك الفترة ومن قرائن المعارك السياسية معظم صفقات السلاح التي اشتراها السيسي كانت تخص سلاح البحرية المصرية هذا معنى أن الدولة العدو التي يستعد لمواجهتها أو لمواجهتها هي دولة على الحدود البحرية لمصر وليس هناك دولة عدو للنظام المصري على الحدود البحرية تستحق هذا التسليح الكبير سوى تركيا فيش دولة أخرى يعني إسرائيل حليف ليبيا يعني مشغولة بنفسها وما فيش أي مشاكل بها وقد أكد هذه الحقيقة أمران الأول سخاء السعودية والإمارات في دفع مليارات الدولارات لشراء هذه الأسلحة لعبد الفتاح السيسي وهي تحول إلى ديون على مصر على الأرجح يعني هذه كرينا والكرينا الثانية التحالف الذي كان بين دول شرق حوض البحر المتوسط يعني تحالف بين إسرائيل ومصر واليونان ومجموعة الدول هناك على حوض البحر المتوسط باستثناء تركيا استبعدوا تركيا تتعرف على طول أن المستهدف تركيا هذه كرينا الثانية وبعدين جاءت المناورات المشتركة بين البحرية المصرية والبحرية اليونانية وغيرها من الدول هذه كلها كانت مؤشرات تدل يعني دلت قبل سنوات على أن حوض البحر المتوسط سيشهد توتراً في السنوات المقبلة وهو ما تؤيده الأحداث خلال الأسابيع القليلة الماضية أكدت هذه الحقيقة مرة أخرى في خطوة استثنائية وغير تقليدية أقدمت تركيا قبل ثلاث سنوات على شراء منظومة سلاح روسي خطير هو صواريخ S-400 تركيا التي هي عضو في حلف الناتو تشتري سلاح من العدو الرسمي للناتو اللي هو روسي وأي سلاح إنها منظومة صواريخ S-400 التي تعد فخر الصناعات الروسية بسبب مزاياها الكبيرة التي منها يعني قدرتها على التعامل مع 80 هدف معادي في وقت واحد 80 هدف معادي في وقت واحد هذه الصواريخ تمثل خطر على الطائرات الأمريكية F-35 التي تعد فخر الصناعات الأمريكية أيضا بسبب هذه الميزات اشترتها الصين أيضا والهند لكن الصين والهند معقولة تشتريها أما أن تشتريها تركيا فهذا أمر خطير له دلالة لأن تركيا كما قلنا عضو في الناتو وهي بوابة أوروبا حارس أوروبا هذه الخطوة أزعجت كل من أمريكا والأوروبيين في البداية حاولوا إقناع أردوغان بأن يصرف النظر عن هذه الصفقة في مقابل بداء الأخرى أمريكية وأوروبية أو في مقابل تنازل تركيا في ملفات سياسية أخرى في المنطقة مثل الملف السوري إلا أن الرئيس التركي أصر على شراء هذه المنظومة من الصواريخ قبل أسبوع فقط وصلت المعدات الأولى والشحنات الأولى لمنظومات S-400 إلى تركيا وبدأت معها التداعيات السلبية على النظام التركي وعلى تركيا الأمريكان والأوروبيون قرروا معاقبة تركيا الأمريكان من جانبهم أعلنوا أنهم لن يسلموا لتركيا المئة الطائرة F-35 التي كانت قد اشترتها من قبل لن يسلموها ومع أن تركيا تعد شريك في إنتاج هذه الطائرة ومن ثم قالوا الأمريكان أنهم سيبحثون عن شريك آخر غير تركيا في صناعتها لأن تركيا شريك في صناعت هذه الطائرة أوروبا أيضا أعلنت حزما من العقوبات قابلة للزيادة في الأسابيع والشهور القادمة لكن على خلفية الصراع على غاز البحر المتوسط والحقيقة أن العقوبات لن تكتصر على ما هو معلن الاقتصاد التركي والنظام التركي ربما على موعد في الأيام القادمة مع مشاكل على الأرجح مقبل على مشاكل وهنا يطل السؤال الملح لماذا؟ لماذا تغامر تركيا بهذه الخسائر في مقابل شراء منظومة صواريخ كان بإمكاني أن تحصل على مثيلها من أمريكا الباتريوت مثلا لماذا تغامر تركيا بخسارة مئة طائرة هي أحدث وأغلى وأهم طائرة في التاريخ لأن برنامج هذه الطائرة في 35 برنامج إنتاجها كلف 400 مليار دولار يعني طائرة مهمة للغاية طيب لماذا تغامر تركيا بخسارة هذه الطائرة وبعلاكتها الاستراتيجية مع أوروبا وتخسر امتيازات ومعونات أوروبية مهمة وربما تتعرض لمؤامرات لماذا تعرض نفسها للخطر وتكسب عداوة الجميع أو بتعبير أدك لماذا يعرض النظام التركي نفسه للخطر بهذه العداوات وهو أصلا مطوّق بعدوات لا حصرة لها في الداخل والخارج والجميع يعمل على إسقاطه خاصة وأن الاقتصاد التركي وحزب العدالة والتنمية يمران بالظروف صعبة في الفترة الأخيرة قد تتفاكم هذه التحديات وهذه الظروف بسبب أزمة الصواريخ هذه ويؤدي هذا التفاكم إلى خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات القادمة قد يحدث السؤال لماذا كل هذه الخسائر والمخاطر في سبيل الحصول على منظومة صواريخ روسية لا شك أن لدى القيادة التركية ولدى الجيش التركي تحديدا مبررات قوية لهذه الصفقة تجعلهم يتحملون في سبيلها كل هذه المخاطر فما هي هذه الاعتبارات والمبررات يا ترى هناك حزمة من الدوافع القديمة والحديثة التي تدفع النظام التركي والدولة التركية عامة إلى خوض هذه المغامرة هذه الحزمة من الدوافع تدخل تحت عنوان كبير هو بدء عصر التحول التركي الكبير بالخروج من بيت الطاعة الأمريكي والحصول على الاستقلال التام والاعتماد على الذات والسباك مع الزمن من أجل الحصول أو الوصول إلى مصاف الدول العشر المنتجة في العالم المصنعة في العالم من الدوافع القديمة لتركيا في هذه المغامرة رفضها لفكرة أن تبقى مستهلكا للسلاح الأمريكي دون أن تحصل على تكنولوجيا هذا السلاح كانت أمريكا دائما تزود الجيش التركي بالسلاح لكنها ترفض أن تزود الجيش التركي بتكنولوجيا هذا السلاح حتى لا يتمكن من تصنيعه محليا كانوا يرفضون توطين التكنولوجيا للسلاح الذي بيعوه طبعا هذا الكلام لم يعد مكبولا مع حزب العدالة والتنمية خاصة بعد أن فقد الأتراك ثقتهم بأمريكا في السنوات القليلة الماضية على إثر دعمها لمحاولة الانكلاب الفاشلة في 2016 على نظام أردوغان وبعد حربها المعلنة على الاقتصاد التركي ترامب هدد بتدمير الاقتصاد التركي هو تركيا حليف لأمريكا وبعد دور أمريكا المريب في قتل الثورة السورية لكي تتحمل تركيا أعباء الأزمة السورية والأخطر من ذلك والأوضح والأبرز من ذلك بعد دعمها هي وإسرائيل بشكل مباشر وعلني ومعهم دول الخليج لتنظيم باكاكا الكردي الذي يهدد الأمن القومي التركي ويهدد بتكسيم تركيا وبعد دعم أمريكا لأنظم عسكرية معادية للديمقراطية ولتركيا في المنطقة بعد كل هذا أي كان الأتراك وخصوصا المؤسسة العسكرية التركية لأنها مهمة في هذه الحالة أي كانوا أن أمريكا لا تعمل على زعزعات وإسقاط نظام أردوغان فقط بل تعمل على إضعاف تركيا نفسها أمريكا لم تعد حليفا موثوقا وفي أي لحظة ممكن تعتدي على تركيا بشكل من الأشكال وأمام هذه الحقيقة لابد أن يعود الأتراك إلى حكمتهم القديمة المتوارثة التي تقول تركيا دولة يحدها البحر والأعداء لا مفر من الاعتماد على الذات والخروج من بيت الطاع الأمريكي بل إن صفقات السلاح الروسي جاءت لمواجهة السلاح الأمريكي تحديدا سواء أكان بيد أمريكا أو في حوزة أحد حلفائها الإقليميين والاتحاد الأوروبي لا يختلف عن أمريكا كثيرا ولا يمكن التعويل عليه كحصن يحمي تركيا وقت الشدة اللي هو حلف الناتو ما هو حلف الناتو يتآمر عليهم كيف يمكن الوثوق فيه؟ بعد أن تبين للأتراك بيكين أن أوروبا لن تقبل بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهما فعلت تركيا وأدرك الأتراك أن أوروبا ترغب فقط في أن يبقى الأكراد الأتراك حراسا للبوابة الشرقية أو البوابة الجنوبية لأوروبا يشتو الأتراك فقط حراس وها هي أزمة التنقيب عن الغاز في شرقية البحر الأبيض المتوسط تكشف عن تحيز أوروبا لليونان على حساب الأتراك القبارص الأتراك أي أن عوامل الدين والحضارة ما زالت توجه مواكف الأوروبيين مهما حاولوا الظهور بغير ذلك هم بيكونوا إحنا حضارة مسيحية وإحنا قررة مسيحية يعني واضح أن فيه هوية وأن هذه الهوية بتشتغل في مجال السياسة الأتراك هؤلاء مسلمين وما لنش علاقة بهم ممكن يشتغلوا حراس لحماية أوروبا لكن نعطيهم صلاح ونعطيهم تكنولوجيا لا هذه الأمور فهموها الأتراك بهذه الحسبة يتبين أن تركيا تكف وحدها بالفعل لحماية مصالحها لا العرب واكفين معها ولا أوروبا واكفة معها ولا الأمريكان واكفين معها وفي هذه الحالة ينبغي أن تؤمن نفسها بشراء منظومات سلاح لا يعرف الأمريكان والأوروبيون أسرارها التكنولوجية ينبغي أن يحتاطوا قليلا كما ينبغي أن تشتري من البائع الذي يبيع السلاح والتكنولوجيا معا كما تبع الروسيا روسيا تبيع لك السلاح والتكنولوجيا والذي تحب لأنه هدف أردوغان الثاني هو ماذا؟ هو تطوير الصناعات الدفاعية التركية لكي تغدو تركيا خلال عشر سنوات أو خلال السنوات المقبلة من الدول العشر المصدرة للسلاح مثل روسيا تماما هذا هدفه وهذا طبعا هو ما لا تريده أمريكا وأوروبا وهذه أهداف يرى الأتراك أنها تستحق التضحية ببعض المكاسب وتستحق أن تتحمل بسببها بعض المخاطر التي تحيط بها الآن الأزمة الحالية بين تركيا وبين الغرب لا تعني أن تركيا لا تريد أو أنها تريد إنهاء العلاقة مع الغرب لا على العكس تركيا ترغب في علاقة استراتيجية مع أوروبا وأمريكا لكن على أساس ماذا؟ على أساس الندية واستقلال القرار لا على أساس التبعية كما تريد أمريكا ودول أوروبا تركيا ليست السعودية أو الإمارات يعني دول أنشأها الاستعمار الحديث ولا تستطيع العيش بدون كفيل دولي هذه دول كانت في يوم ما أو هذه دولة كانت في يوم ما أمبراطورية ولم تنس تاريخها إلى الآن ولدى قيادتها برنامج طموح للوصول ببلدهم إلى مصاف الدول العشر المتقدمة وطبعا هذا كما قلت ما لا يريده الغرب كله ويسعى الغرب كله إلى منع تركيا بشتى الوسائل من الوصول إلى أهدافها الطموحة هناك في هذه الأثناء حرب غير معلنة على تركيا وعلى النظام التركي لكنها حرب من الجيل الرابع كما يسمونها الحقيقة لا يوجد مبرر لصمود النظام التركي أمام هذه الحروب المعقدة سوى عناية الله وحدة وليش اللي يخليهم باقيل لليوم المؤامرة معقدة وكثيفة ومع ذلك صامدين الشاهد الذي يعنينا من هذا كله هو أن للكرامة والاستقلال ضريبة لا بد أن يدفعها الشعب الذي يطلبها النظام التركي مع الشعب التركي يدفعان الآن هذه الضريبة لكن يبقى السؤال هل يصل النظام التركي إلى هدفه النهائي بعد هذا كله؟ احنا قلنا أنه الهدف النهائي للنظام التركي هو أن تكون تركيا دولة مستقلة تماماً ومصنعة للتكنولوجيا والسلاح وتصبح إحدى دول العشر الصناعية فهل يصل إلى هذه الغاية؟ هل يستطيع؟ هل ينجح؟ أم أنه سيتعثر في الطريق بفعل الحرب التي يشنها عليه الجميع في الداخل والخارج؟ قلنا إنها حرب من الجيل الرابع ونحن معنيون بمعرفة هذا النوع من الحروب هذه الحرب ومعنيون بمعرفة طبيعتها لأن نتائج هذه المعركة ستؤثر على مستقبل الشرق الأوسط برمته ومستقبل دولتنا الوطنية ومشروع الدول الوطنية عموماً ونحن في اليمن معها كما أن معرفة طبيعة الحرب التي تشن ضد تركيا والنظام التركي اليوم سيعرفنا على طبيعة الحرب التي تشن ضدنا كأمة عربية وكأمة يمنية لحروب الجيل الرابع يعني الحرب من الجيل الرابع هو وصف أطلقه الأمريكي ويليام ليند في العام 1989 على شكل من أشكال الحروب الحديثة لما حاول يوصف الحروب في العصر الحديث الحروب الحديثة بدأت بعد التوقيع على اتفاقية واستفالها الشهيرة التي نشأت على إثرها الدول القومية الحديثة في أوروبا فرنسا، ألمانيا، أوروبا، بريطانيا، هولندا هذه الدول لم تكن موجودة كابل واستفاليا هذه الحروب الحديثة مرت بأربعة أطوار أو أجيال الجيل الأول كانت الحرب فيه تقوم على خطوط الجبهات بين جيوش نظامية واضحة لدول ذات سيادة كابلة تستخدم سلاح بدائي هو البندقية البدائية هذه هذا الجيل الأول من الحروب الجيل الثاني من الحروب بدأ مع الحرب العالمية الأولى التي كشفت عن تطور كمي ونوعي في القوة النيرانية في السلاح المستعمل صار لدينا البندقية في الحرب العالمية الأولى أكثر فعالية وصار لدينا دبابات متواضعة هذا كثافة نيران أعلى أما الجيل الثالث من الحروب فقد بدأ مع الحرب العالمية الثالثة عندما طور الجيش الألماني تكتيكات حربية بدلا من المواجهة المباشرة في خطوط الجبهات عمل على الاتفاف على خطوط العدو لأول مرة في التاريخ الاتفاف على خطوط العدو والإنزال المضلي خلف خطوط العدو وقطع خطوط الإمداد وغيرها هذا كان تكتيك جديد الأول مرة وجيل جديد من الحروب بسبب الفضل يعني يعود للطائرات والعربات الحديثة التي كانت تكون بهذه المهام هذا هو الجيل الثالث أما الجيل الرابع من الحروب فهو ذلك الذي يستهدف المدنيين وليس القوات المسلحة وحنشوف كيف حروب الجيل الرابع ظهرت في الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي وشنها طرف واحد هو الطرف الرأسمالي ضد الاتحاد السوفيتي عندما أدركت أمريكا وأوروبا أن الحرب التكليدية المباشرة مع الاتحاد السوفيتي كانت تؤدي إلى نهاية هذه الدول وربما إلى نهاية العالم بفضل السلاح النووي والأسلحة المحرمة الأخرى لذلك لجأت هذه الدول الرأسمالية إلى نمط جديد من أنماط الحرب أقل كلفة وأقل خطورة أطلقوا عليه اسم الجيل الرابع من الحروب هذا فيما بعد في 1989 أطلقوا عليه هذا نمط كما قلت يستهدف المدنيين مباشرة دون حاجة إلى خوف حرب مع العسكر الدولة هي عبارة عن قطاع مدني وقطاع عسكري وأرض الكطاع المدني في الدولة يمكن استخدامه في إسقاط القطاع العسكري وإسقاط الدولة من ثم عن طريق عن طريق ماذا؟ عن طريق تحريك ملفات عديدة كلها بيد أمريكا وأوروبا يعني مثل ملف الإرهاب وملف الديمقراطية إلا أن أخطر هذه الملفات هو ملف الاقتصاد تقوم أمريكا بالضغط على اقتصاد الدولة المستهدفة هي وأوروبا حتى يصل الشعب في هذه الدولة إلى كنعب بضرورة إسقاط النظام السياسي له النظام المعاند لأمريكا وأوروبا كما يفعلون الآن مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ سنوات أمريكا وأوروبا ودول الخليج بتضغط على الاقتصاد الأمريكي لكي تحرك الشعب عفواً تضغط على الاقتصاد التركي لكي تحرك الشعب التركي لإسقاط النظام يعني لن تواجه النظام التركي في الجبهة ستواجه من خلال الشعب نفسه والشيء اللافت لأنه ملف الاقتصاد هذا ملف فعال يعني جداً في تركيا ولأنه هذا الملف عموماً فعال في كل مكان في العالم فإن أمريكا حريصة على جعل الاقتصاد العالمي مرتبطاً باقتصادها بحيث بحيث يبكى مصير العالم مرتبط بمصير أمريكا والإرادة الأمريكية ولكي تتمكن من ضرب أي اقتصاد في أي لحظة في اللحظة التي تريد ومن المعروف اليوم في العلوم السياسية أن العنصر الأول في قوة الدولة العنصر الحربي يعني هو عنصر الاقتصاد لا عنصر السلاح يعني الدولة القوية ليست الدولة التي تمتلك سلاح قوي بل هي الدولة التي تمتلك اقتصاد قوي يمكنها من الصمود في أي حرب لمدة كافية وبالمناسبة يعني واحدة من أسباب رفض أمريكا لصفقة صواريخ S-400 التي اشترتها تركيا رفضهم لهذه الصفقة واحدة من الأسباب أن هذه الصفقة ستضر سمعة التصنيع الحربي الأمريكي أمريكا بتنتج سلاح الباتريوت أنت لما تشتري وانت حليفي تشتري السلاح الروسي معنى أن السلاح حق لي مالوش لزمة وعتشجع دول أخرى على شراء هذا السلاح وأنا أخسر يعني ستحرم أمريكا من تعويض خسارتها في برنامج تطوير هذه السلاح أو في برنامج تطوير طائرة F-35 هذه كلفتها كما قلنا 400 مليار دولار طيبة السلاح هذا بيخسر أمريكا ويخسر هذا البرنامج أمريكا تريد استرداد رأس المال التي أنفقتها على تطوير هذه الطائرة وتريد أيضا فوقها أضعاف مضاعفة من الأرباح وإذا انتشرت صواريخ 400 400 الروسية في الدول الحليفة هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في قطعة تصنيع الحربي الأمريكي وللاقتصاد الأمريكي من ثم هذا فضلا عن أنه في أسرار أسرار الطائرة الأمريكية F-35 ستصبح في متناول العدوى الروسي ولهذا فإن أمريكا وأوروبا لن تتسامحا مع النظام التركي وسيعملان من خلال الجيل الرابع من الحروب على إسقاطه ربما في خلال السنوات الكليلة القادمة هناك الآن موجة صعود قوية للمعارضة التركية ظهرت بشكل بارز في الفوز الساحق لها في رئاسة إسطنبول وهناك يعني يبدو في مشاكل يعاني منها النظام التركي في الداخل ولا شك أن المحور الدولي المعادي لتركيا سيستمر في الضغط على النظام التركي حتى يتمكن من إسقاطه إذا تمكن عن طريق الضغط كما قلت على الشعب التركي نفسه اقتصاديا وسياسيا عبر الملفات عديدا منها ملف اللاجئين السوريين واللاجئين العرب تحديدا كارثة اقتصادية يهدد بها ترامب تركيا غايتها حماية الوحدات الكردية حليف واشنطن في سوريا يقول ترامب بالحرف للأتراك لن تهاجم الأكراد وإن فعلتم سندمر اقتصادكم تغضب تركيا وتبتلع تهديدا تهبط قيمة الليرة التركية بعده بدقائق تتماسك تركيا أكثر وتخبر واشنطن أنها لا تهاب ما يقوله ترامب وأن الغايات لا تحصل عبر التهديدات الاقتصادية بحسب وزير خارجيتها مولود شاويش أورو بالعودة إلى بشارة العنب التي ذكرناها في بداية الحلقة أقول إن ما يجري في العالم اليوم هو مؤشر على وجود أزمة كبيرة في الكوكب هذه الأزمة مركزها الحقيقي هو دول الغرب لكن الاهتزازات وساحة التصفيات ستكون هي الشرق الأوسط الكبير ما هي هذه الأزمة؟ ما هي أزمة الغرب التي أتحدث عنها؟ هناك مظهران للأزمة الغربية الأول فقدان الغرب إحساسه بفقدانه لمركزيته العلمية ومركزيته الاقتصادية ومن ثم مركزيته السياسية في العالم بسبب صعود الصين والهند ودول شرق آسيا خلال العقود الثلاثة الماضية أوروبا وأمريكا لم تعد تحتكر العلم ولا التصنيع لم يعد بمكدور الغرب أن يحتكر العلم والتكنولوجيا والقوة بكل أشكالها هذا مظهر للأزمة داخل أوروبا بيشعروا فيه وأمريكا وهناك مظهر آخر أكثر أكثر خفاء وأكثر سرية وخطورة لأزمة الغرب هو بداية إضمحلال القيم الغربية التي كان عليها الغرب الحضرة الغربية كانت على مجموعة قيم وإلا ما كانت تكون أبرزها قيم الليبرالية والديمقراطية وهو إضمحلال تحدث عنه الرئيس الروسي بوتين قبل أسابيع قليلة أو قبل شهور ببجاحة تحدث عنه عندما قال للأوروبيين إن قيم المجتمع الغربي في طريقها إلى الزوال كما يقول هو بدليل أن بعض قادة الغرب أصبح مقتنعا بأن مكون التعدد الثكافي وهو أحد مكونات الليبرالية في الغرب هذا المكون لم يعد ممكنا في أوروبا تحديدا يعني ما دعا يقبلوش تعددية ثكافية يعني جاليات وكانتونات من مختلف أنحاء العالم أي أن أوروبا أصبحت تشعر بأن بقاء الليبرالية بشكلها الحالي يهدد مستقبلها طبعا أوروبا تاريخيا معروفة بأنها لا تطيق التعدد الديني والتعدد الثكافي وهي المكان الوحيد في الكوكب الذي لم يسمح بظهور تعدد الديني كبل ظهور الديمقراطية الليبرالية فإذا تراجعت أوروبا قليلا اليوم ستتراجع كثيرا بعد ذلك وتعلن نهاية الليبرالية هي المسألة حتى تأتي واحدة واحدة بل إن هناك اليوم من الكتاب الأمريكيين من يعلن فشل النظام الليبرالي بالفعل مثل الكاتب باتريك دينين صاحب كتاب لماذا فشلت الليبرالية دينين هذا يقول باختصار يعني أن الليبرالية هي فلسفة استخدمها الغرب لبناء المجتمعات الغربية إلا أن الغرب لا يمكنه الحفاظ على ديممتها على ديممتها لأنها من ناحية تقدس الفردانية يعني والفردانية هذه تضعف القيم الثقافية والأخلاقية المطلوبة لكي يعيش الناس مجتمعين بانسجاب ومن ناحية أخرى فإن وجود الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة العولمية هذه كبيرة الحجم وجودها يضعف الحرية الفردية اللي بتقوم عليها الليبرالية اللي جاءت ترسخها الليبرالية حرية الفرد المؤسسات الكبيرة هنا تقضي على حرية الفرد بتتوسع على حساب حرية الفرد والفردانية فكل توسع للمؤسسات الاقتصادية والحكومية يأخذ من مساحة الفرد الذي تكدسه الليبرالية ولعل ظهور اليمين المتطرف والتيار الشعبوي في الغرب هو أحدى مؤشرات تراجع النظام الليبرالي وهو تراجع مؤسف وخطير يعني إحنا مش فرحانين فيه إذا حدث سيتضرر من حدوثه العالم كله ليس من مصلحة الإنسان اليوم سقوط النظام الليبرالي الغربي لأن البدائل الجاهزة الأخرى أكثر سوءا وشراسة تجاه الإنسان على منعه الصين وروسيا والدول المنافسة اقتصاديا وسياسيا لأبريكا والغرب هذه دول ليس لديها بديل فلسفي للليبرالية سوى الشمولية والقمع وانتهاك حقوق الإنسان والمسلمون أيضا ليسوا مؤهلين لتقديم أي بديل فلسفي جاهز المسلمون اليوم في الباي باي ولهذا أقول على الرغم من بشاعة السلوك الغربي في الساحة الدولية إلا أن بقاء النظام الليبرالي بكل عيوبة يعني في الغرب يمثل مصلحة بشرية لأنه يترك مساحة لا بأس بها من الحقوق والحريات يمكن للشعوب أن تستهدي بها إذا لم تستفد منها في الأخير نحن اليمنيون لدينا قضية وطنية تشبه القضية الفلسطينية هذه القضية تتأثر بالصراعات الدولية لا شك ولا شك أن صمود دولة مثل تركيا في مواجهة محور الشر المعروف سيعزز مواكف دول كثيرة مثل اليمن ووقعت تحت حوافر المحتل السعودي والإماراتي وتحت أنياب الضبع الإمامي المتعطش للسلطة والدم وأي حرب قادمة في المنطقة قد تفتح لنا بابا للخلاص من هؤلاء الأعداء الذين سينشغلون بأنفسهم يعني أقصد النظام السعودي والإماراتي والإيراني لكن لا يصح أن نعول على مثل هذه الأقدار ونظل في انتظار ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط بل يجب علينا أن نصنع أقدارنا بأنفسنا من الآن ويجب علينا أن نفكر في استراتيجية جديدة غير الاعتماد على الشرعية المريضة المحبوسة في صندوق الكفيل السعودي والإماراتي والموضوع تحت مقصلة الإرهاب من ناحية ومقاصل التهديد بالفضيحة لبعض أفرادها من ناحية أخرى ينبغي على اليمنيين أن يفكروا بقيادة جمهورية جديدة تخرج من الداخل هذا رأيي الشخصي يعني قيادة تخرج من الميدان لخوض حرب تحرير حقيقية أنا شخصيا أدعو القيادات الجمهورية العسكرية والمدنية في الداخل اليمني للبدء في تشكيل كيان جمهوري حقيقي يتجاوز كل هذه العناوين الميتة يضع لنفس خطة واضحة وعملية يعني خطة واضحة وعملية لتحرير صنعاء والمدن اليمنية من ميليشيا الشر دون التعويل على تحالف الشر بل دون مهادنة هذا التحالف حتى لو أدى الأمر إلى مواجهته الفكرة كتبت مثالية كتبت صعبة في النظر الأولى إلا أنها بمجرد أن تبدأ ستكون عملية وفعالة وسيحتشت حولها أغلب اليمنيين الرافضين للمشروع الإمامي كذلك لا ينبغي أن نعول على المجتمع الدولي لأنه يبدو أن المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا تريد أن تكفر عن خطيئتها في إقصاء الشريف حسين والهاشمية السياسية تريد أن تكفر عن هذه الخطيئة في اليمن هي أقصت الهاشميين لصالح آل سعود واليوم يبدو أن هناك اتفاق مبطن لتعويض الهاشمية السياسية في اليمن بدل السعودية الأمر هذا لابد أن نأخذ في الاعتبار وأن نواجه به جريفت المبعوث الأممي وأن نواجه بريطانيا لأن اللعبة يبدو أنها لعبة كذرة للغاية والكل مشترك فيها وليس لدينا قيادة تعبر باليمن واليمنيين في هذه اللحظة الحرجة من تاريخهم إذا لم نتحرك نحن لن يتحرك أحد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله